يعني حقنا نزعل وحقنا نحبط وعايزين نفهم يعني مع كل ده عايزين بس نفهم كابتر حشيش هو في ايه يعني علش هل هي القصة كلها تندرك تحت بند او كده جملة اجهاد ولا الموضوع اكبر من قصة اجهاد معلش نفهم من حضرتك بخبرتك هو طبعا مش المسألة مش مسألة اجهاد بس اجهاد ده احنا عارفينه من فترة كبيرة طيب عملنا ايه عشان موضوع الاجهاد احنا عارفين ان احنا مجهدين وعارفين ان الجدول مش هيتغير هو كل تلات ايام من اترزع ماتش اللعيبة هي هي اللعيبة موجودة كان لازم من زمان والكلام ده انا قلته من حوالي شهر بعد ماتش سموحة يا جماعة لازم ندفع بالناشئين لازم بقى فيه دم جديد لازم بقى فيه ناس عايزة تلعب عايزة تثبت نفسها اللعيب الناشئ اللي ما عندوش خبرة ولد صغير لسه انا بالنسبالي افيد من اللعيب كبير مش قادر يقف هو مين اللي كان متقلق زياد طريق وكريم فؤيت مين اللي كان متقلق المباراة دي واللي قبلها مثلا ولو حاولت تشركي من 3 اربع خمس مباريات او 6 مباريات برضو ناشئين كان زمانهم بالوقتي كويسين كريم مثلا البكريت مش كما كانش بلعب وبرضه اول منازل اول مستوى بعيد ومش مستوى بعيد انبارك في ظل الظروف دي من احسن ناس اللي كانت بتجري وبتتحرك وبتمشي فاحنا مصمين على النجوم ونقول اجهاد والاستشفى طلعت فانا مرة قلت يا جماعة فيش حاجة اسمها استشفى الاستشفى ده لما يبقى انا عندي جدوى المنتظم واجه في اسبوع او اسبوعين يا كريمة روح ضاغط ماتشاط ابقى في حملة فاعمل استشفى انما لما كنا انا خلصان اساسا في لعبة خلصان عندي مش هنفع معها الاستشفى ده بالعكس انا هقاوح ولعبها هتوصل لحد الاصابة عالي معلول مثلا او مثال لقد دراء عالي ده ممكن لو استمر كده يعمل زى السولية السولية كانت تعبان وبيلعب تعبان وبيلعب ومعتمد ان انا هعمله شوية مساج واعمل استشفى استشفى ايه في ان انا النهاردة بلعب بريح بكرة وبعد والعب اللي بعده وده مش ظروف اسبوع او اسبوعين ده ورا بعض ورا بعض ورا بعض ولسه الدنيا مش هشوف عندنا كمان كان مباراة فانت القرار اللي كنت الان تاخد والعب الصغيرين ولسه وقص الدوري وبتاع دلوقتي غزبا عنك هتلعب لان انت اللعبة بقى مش مجهدة بس اللعبة مصابة كل شوية مصابة يعني عندك السولية المطشي اللي فات مبارح اتنين بقى امرت ايه ان اتنين زى صلاح محسن واحمد عبدالقادر يحصل لهم اصابة بعد عشر دقيق يبقى في حاجة غلط وبعدين في فرق يا جماعة ما بين لعيب كبير ما يبقى مجهد ولعيب صغير المفروض ان نسبة المقاومة بالنسبة اللعيب الصغير اكبر بكتير يعني انا لما اضغط اربع مجهد وانا كبير غير ما بقى مثلا عندي اتنين وعشرين تت عشرين سنة وعشرين سنة واضغط مجهد يعني انت سيد العارفين اللعيب الكبير حتى وهو مجهد بيبقى عطاءه اكبر بكتير من اللي احنا شفناه يعني بعيدا عن الاصابات انا بتكلم بس على بند الاجهاد يعني اللعيب الكبير المخضرم صاحب الخبرات المتراكمة حتى وهو مجهد حيقدي حنقول خمسين في المية من طقته الخمسين في المية من اللعيب كبير مهاري لعيب محترف المفروض يورونا حاجة غير اللي احنا شفناه في قلب بقى وفي حماس وفي روح اللي احنا طول عمرنا بنقول عليها روح الفنينة الحمرة انا مش عايز اقصوا على اللعيبة اوي بس لازم لانهما فعلا في بعض التقصير يعني احنا في سوابت في النادي الاهلي ومبادئ معينة انا خايف ان المجموعة اللعيبة دي تضيع الكلام ده يعني حتة الاهلي منحضر فين الكلام ده فين الاهلي بلاس تسعين يا جماعة فين الكلام ده الكلام ده ابتدى يبقاش موجود خلال الفترة اللي فاتت وده ده شيء يعني ما اختلفناش عليه بقى لنشوف كم سنة لكن مؤخرا ابتدى يبقى مش موجود نعيتي بلاس بالزاق يبقى في حاجة غلط فيه طبعا كان بيبقى فيه فترات كبيرة جدا جدا والناس كلها عارفة ان المدرب بيمشي في نصط الموسم وبيمسك حد من ابناء النادي الاهلي وبيكمل ومع ذلك بتبقى ما بتحسش بالتغيير ليه لان الحماس وروح الفانيلا والارتباط وكده لازم نشوف اللعيبة دي مش جوه الملعب بس وبرى الملعب لان القصة دلوقتي ما بقى مجهد وتعبان مش مستحمل لانا مسلا ناخد مراتي وانزل نعمل شوبينج مسلا لا ده غصبا عني لازم اعطف البيئة وكان فيها قوبة حلوة كابتن سيد حطاها يعني خلاص يعني وليه حق الصراحة احنا في ايه ولا في ايه ده الناس يعني نهواند المفروض من غير ما كابتن سيد ياخد القرار دي انا كالعيب لازم احس بالمسؤولية كمسؤولية طبعا بس اقول لي حضرتك بصراحة اللي اتقال يعني يقول لك بعض الناس شايفة ان يفكوا عن نفسه معرفش بقى برضو ده في علم كورت القرار حيك قادرة انا ما اعرفش الكلام ده وانا لازم افك نفسي وانا طاير في الشوارع واروح واخرج وبتاع افك عن نفسي في البيت بل بالعكس انا اسمع مزيكة اركز ابقى موجود في البيت اريح نفسي لان كل حركة يعني ما تقنعنيش ان انا وانا قاعد في البيت بالليل زي ما انزل الاركب عربية وروح وسلم على ده وروح على ده وانزل ده طبعا مختلفة غير كده كمان التركيز بتاعنا هعمل ايه في او انا مفروض يبقى اهمي صحيح انا جاي ايه هعمل ايه في البطولة اللي الناس بتموت عشانها الناس بتموت عشانها انما انما لا فيه تقصير طبعا موجود وده اللي مزع للجمهور على فكرة يعني هو ده اللي مزع للجمهور ان الناس حاسة ان اللعيبة ما بتديش كل اللي عندها يعني هقولك على حاجة ابسط حاجة لو هنتكلم مثلا على ماتش امبارح انت ما حستيش بالموت وبالحماس قوي الاخر ربع ساعة لما حسوا ان المغرى راحت طب فين من اول دقيقة الكلام ده فين الاستئتال والاستموات وفين الكلام ده اصلا التفصيل دي تكررت فكذا ماتش قبل كده فكذا ماتش مش ماتش واحد يبا اذا ان تخلى عندي ما تحسش ان فيه حد كمان في الملعب قبل كده كان فيه لعيبة ما بتحس كبات الفرة تحس بحاجة بيلموا اللعيبة ما تحسش برضو ان اللعيبة الكبيرة برضو يعني بتلم في الناس وفي الملعب ويلا ما تحسش بالموضوع دوت وبعدين يجوا تكلموا على مدرب لسه جاي بقاله النهاردة تقريبا شهر لسه محافظة اسماء الناس لسه الراجل اللي طلع في المؤتمر وتكلم كلمة كويسة بصراحة قال انا عندي حاجات عايزة اديها للفرقة بس ما عنديش وقت لما لعب النهاردة تاني يوم هلا اقدرات دي نفس حاجة لا بيبقى فعور في الكرة تمرين خفيف وبعدين تمرين تاني بعده اجهز الناس عشان الماتش ترجمة نانسي قنقر